السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام كلما لملم قلبه زاره الشوق القديم وقبل ما نبدأ لو بتحب أفلام الفنون القتالية والانتقام وأفلام الحركة والأكشن يبقى تدخل لقناتنا الجديدة HD Action هينزل عليها كل يوم فيلم بأسلوب حماسي هتلاقوا رابط القناة في الوصفة أو على الشاشة يلا يا أساطير هنستناكم هناك عن أكشنا وبيبدأ مسلسلنا النهاردة في استراليا مع إليوت وبيبقى واضح إنه مش من المكان وبيطلب من صاحب محطة بنزين إنه يستعمل الحمام فبيطلب منه يمضي في الدفتر الأول فبيمضي إليوت وبيدخل للحمام وبيفتح الباب الخلفي وبيبقى واضح إنه بيدور على حاجة وبعدها بيرجع المفتاح وبيمشي وفي الطريق بيلاقي ورشا حين تنقل كبيرة بالطرد وبتصدمه وبيفشل إنه يهرب منها وبتتقلب به العربية ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مستشفى لكنه فاقد للذاكرة وبتيجي هيلين الشرطية تستجوبه عن الحادث وبتتفاجئ إنه فاقد للذاكرة فبتتعامل معه بلطف ولما الممرضة بتسلمه اللبس بتاعه بيفتش فيه فبيلاقي ورقة عليها مكان ومعاد فبيسأل هيلين عن المكان المكتوب فبتقوله إنها بلدة ريج وإنها بعيدة حوالي 50 كيلو وبتقوله إن تاريخ المعاد هو تاني يوم وبتعرض عليه إنها تصوره وتوزع صوره على الإنترنت علشان حد من عيلته يتعرف عليه ويتواصل معهم فبيوافق وبالليل بترجع هيلين للبيت وهناك خطبها إيسان بيطلب منها يتمرنوا على الرأسة الخاصة بفرحهم اللي هيكون بعد شهرين فبتحكي له عن حالة إليوت وبيبقى واضح عليها التردد في خطوة الجواز بينهم وعلى الجانب الآخر بنشوف شخص اسمه ماكو مدفون في برميل تحت الأرض وبيتنفس عن طريق خرطوم متوصل بالبرميل من فوق سطح الأرض وفي المستشفى بيقرر إليوت إنه يخرج من المستشفى علشان يروح للمكان اللي لقاه في الورقة فبتحاول هيلين تقنعه يرتاح لكنه بيصر فبتوافق إنه يخرج وبتديله فلوس وبتديله رقم مبايلها علشان لو يحتاج لمساعدتها في أي وقت فبيشكرها وبيمشي وبيوصل إليوت لبلدة ريج وبيروح للعنوان وبيلاقيه مطعم وهناك بتستقبله ساندي إلويتر اللي في المطعم ولما بتعرف حالته بتتعاطف معاه وبتحضر له الفطار وبتحكي ساندي اللي لوسي زميلتها في الكافي عن حالة إليوت وعن فقدانه للذاكرة فبتيجي لوسي تقدم العصير لإليوت وبتبدأ تتكلم معاه وهي مستغربة حالته وفجأة بتوقع لوسي العصير عليه ولما بيطلب يروح للحمام بتقوله إن الحمام عطلان وبتاخده برى الحمام الجيران لكنهم أول ما بيخرجوا من المطعم بتنفاجر قنبلة في المطعم وبتقعد لوسي مع إليوت على كافي قدام المطعم وبيسألها عن مكان يقدر يقعد فيه فبتودي لي قتل رالف وسو وبيبقى واضح إن رالف مش بيسمع فبتستقبله سو وبتتعاطف مع حالته وبتدي قوضة عندها وفي الوقت نفسه بيلاقي ماكو اتصال على موبايله فبيحاول يوصله وبعد شوية بتتصل هلم بالأوتيل وبتكلم إليوت ولما بيستغرب هي إزاي عرفة مكانه بتقوله إن ده الأوتيل الوحيد في البلدة وسهل توصله وبتبلغوا إنهم لقوا كاميرا في عربيته ولما بتبعت له الصور بيلاقيها المكان ما يعرفوش فبتقول لوسو إن المنطقة دي اسمها نالاستون وبتعرض عليه إنها تودي للمكان تاني يوم فبيشكرها وتاني يوم بيروح بيلي للمستشفى وبيسأل عن إليوت وبيتدايق لما بيعرف إنه خرج ومش بيصدق إنه فاقد للذاكرة وفي نفس الوقت السوب تاخد إليوت وبتودي لنالاستون وبيشوف محل في المكان فبيدخله وبيطلب من البائع إن يشوف تسجيلات الكاميرا وبيشوف نفسه وبيشتري لعبة كوالا وبيساعده رالف بإنه بيقرأ شفايفه في الفيديو وبيعرف إنه كان بيسأل عن أقرب محطة بنزين فبيروحوا لمحطة البنزين وهناك بيعرفوا العامل أول ما بيدخل وبيقوله إنه كان هنا وطلب مفتاح الحمام ولما بيعرف إليوت إنه كتب اسمه في الدفتر بيطلب إنه يشوف اسمه إيه لكنه بيتفاجئ إنه مضب اسم أستاذ المقالب وما كتبش اسمه فبيطلب من العامل مفتاح الحمام ولما بيدخل بينجزب للباب الخلفي وبيفتحه بيشوف جنب الباب لعبة الكوالا فبياخدها وبيمشي وهنا بنتفاجئ بإن لوسي بتمسح من موبايلها صور كتير لها هي وإليوت وفي اللحظة دي بيرن الكوالا في إيد إليوت وبيلاقي موبايل جواها ولما بيرض بيلاقي ماكو اللي بيقوله إنه لازم إنه يساعده وبيقول إنه ما عندوش وقت لإن البطارية هتخلص وبيقوله إنه محبوس في برميل تحت الأرض وبيطلب منه يمشي في طريق بلدة موري ويدور على الشلالات وبيقوله إنه تحبس في البرميل بسببه وبيطلب منه ينقذه ووقتها بيفصل الموبايل وعلى الجانب الآخر في مدينة سيدني بنشوف محاضرة للمحاقق المشهور روجرز وبعد المحاضرة بيجي له اتصال بإنه يروح ويحقق في انفجار القنبلة اللي حصلت في بلدة ريج ولما بيرجع إليوت للأوتيل بيلاقي لوسي مستنياة فبيحكي لها عن إنه فيه واحد مدفون بسببه وإنه عاوز يوصله فبتقوله إنها هتساعده وتوصله لبلدة موري فبيشكرها وبيروح معاها وفي نفس الوقت في شركة نقل الشاحنات بتاعت بيلي بيقوله تشارلي العامل اللي شغال معاه إنه شافه وهو بياخد الشاحنة وإنه يعرف إنه هو اللي خبط عربية السائح الانجليزي وبيقوله إنه عاوز فلوس تمن سكوته فبيقوله بيلي إن الفلوس في الشاحنة فبيروح تشارلي علشان ياخد الفلوس فبيضربه بيلي بباب الشاحنة وبيقتله وفي الوقت ده بتتصل الممرضة بهيلين وبتقول لها إن في واحد سأل على المريض الفاقد للذكرة وبتقول لها إن شكله كان مريب ويخوف وبعدها بيوصلوا لوسي وإليوت لبلدة موري وبيسألوا عن مكان الشلال لكن ما فيش حد بيعرف مكانه فبتشوف لوسي إعلان عن شركة سياحة بتعمل جوالات في المنطقة فبتقول لإليوت إنهم أكيد عارفين مكان الشلال وبيروحوا هناك يسألوهم فبيقولهم قال وهو الطيار في الشركة إن في رسمة لشلال على بعد 60 كيلو وإنهم محتاجين هليكوبتر علشان يروحوا لهناك فبيطلبوا منه يوصلهم لكنه بيقولهم إنه ما يقدرش بسبب إن في عصفة رملية في الطريق فبتطلب منه لوسي إنه يحدد لها الطريق على الخريطة وبعد شوية بيوصل روجرز المحقق المشهور لبلدة ريج وبيسأل الزابط لامون عن قضية السائح اللي فقد الزاكرة وعن القنبلة اللي انفجرت فبيقوله لامون إن السائح مشي مع لوسي وبتكون لوسي مع إليوت في الطريق للشلال وبيسألها إليوت هي ليه بتساعده فبتقوله إنها معجبة بيه وبتروح هيلين بعد كده تستجوب بيلي وبتسأله هو ليه كان بيسأل عن السائح اللي فقد الزاكرة فبيقول لها إنه شاف الحادثة وكان عنده فضول يتطمن عليه مش أكتر وقبل ما بتمشي هيلين بيسألها بيلي إذا كانت لوحدها ولا معاها شريك فبتقلق من سؤاله وبتنهي الاستجواب وبتمشي وبعدها بيتصل بيلي بشخص مجهول وبيطلب منه معلومات كاملة عن هيلين وفي الوقت ده بيروح روجرز مع لامون وبيستجوب ساندي اللي كانت بتشتغل مع لوسي في الكافي وبيسألها عن مكان لوسي فبتقوله إنها سفرت مع السائح لبلدة موري فبيطلب روجرز من لامون إن يكون دليله فبيفرح لامون وبيسافر معاه وبعدها بنشوف عقرب بيدخل لماكه من خرطوم التنفس وبعد كده بتفشل لوسي وإليوت إنهم يروحوا للشلال بسبب العصفة فبتضطر تأجر هليكوبتر وبتمضي عقد إيجارها وبتروح هيلين لخطبها وبتعترف له إنها كانت بتشتغل على قضية السائح اللي فاقد الزاكرة فبيحبطها وبيقول لها إن شخصيتها ضعيفة وما تنفعش تكون شرطية وبيقول لها إنه ترقف شغله وكان عاوز يحتفل معاها لكنها مش مهتمة بيه ولذلك هيحتفل مع صحابه وبيسيبها وبيمشي فبتتدايق هيلين من كلامه وبتنهار من العياط وفي الوقت ده بيوصلوا لوسي وإليوت لمكان صورة الشلال وبيدوروا في المكان وبيلاقي مكان خرطوم التنفس اللي في البرميل ولما بيحفروا بيلقوا ماكو مات بسبب إن العاصفة الرملية سدد خرطوم النفس فبيفتشوا إليوت وبياخد منه موبايله اللي بيكون فصل شحن وبيروح للهليكوبتر وبيبقى عاوز يتصل بالشرطة لكنه لما بيشوف توقيع لوسي على عقد إيجار الهليكوبتر بيغير رأيه وبيطلب من الطيار إنه يرجعهم للبلدة ولما بيرجعوا بيواجه لوسي وبيقول لها إن توقيعها على العقد هو نفس التوقيع اللي على الورقة اللي لقاها بجيبه في المستشفى وبيسألها إن كانت تعرفه فبتعترف له إنها فعلا تعرفه وبتقوله إن اسمه هو إليوت وإنهم كانوا مرتبطين من ست شهور وبتحكيله إنهم في يوم كانوا في فندق ووقتها تفجأوا بشخص كان بيحاول يهاجمهم فإليوت كسر رأبته قتله وبتنتقل بين الأحداث لليونان وهناك بنشوف كوستا تجري الممنوعات وبيقوله أخو ديمتري إنه لازم يوصل لإليوت بأسرع وقت وفي البلدة بنشوف هيلين وصلت للأوتيل علشان تكمل تحقيق في القضية وبتبقى لوسي لسه بتحكي لإليوت وبتقوله إنهم بعد كده انفصلوا ووقتها ثابته وجات لإستراليا لكنه علشان بيحبها جي وراها ولما سمعت إنه عمل الحادثة جات تزوره في المستشفى وثابت لي ورقة فيها عنوانها بالمعاد اللي هتستنى فيه ولما بيسألها عن القنبلة اللي انفجرت بتقوله إنها ما تعرفش حاجة عنها وتاني يوم بيروح بيلي لبيت هيلين وبيقدم نفسه لخطيبها إيسان على إنه محقق زميلها وبيسأله عن مكانها فبيقوله إنها رحت تكمل تحقيق في قضية السائح اللي فقد الزاكرة في بلدة ريج فبيشكره بيلي وبيمشي وفي الوقت ده بيصحى إليوت وهو بيحلم بوحدة بتبتسم ليه وبيبقى مش عارف هي مين وبتصحى لوسي وبتشوف لامون من الشباك وبتبلغ إليوت إن الشرطة بتدور عليهم فبيهربوا من المكان وفي نفس الوقت بيكون بيلي في طريقه لبلدة ريج وبيدوره روجرز ولامون على لوسي وإليوت في بلدة موري اللي عند الشلال وفعلا بيوصلوا للطيار اللي خدهم للمكان وبيستغرب لامون من عادة روجرز إنه لازم إنه يكلم زوجته كل يوم في نفس المعاد فبيقوله روجرز إنه عنده سرطان في المسانة وإنه بيتعالج بالكيماوي ولازم يتصل بزوجته علشان تطمن عليه فبيعتذر له لامون على فضوله وبعدها بياخدهم الطيار بالهليكوبتر ولما إليوت ولوسي بيرجعوا للأوتيل بيتفاجئ إليوت بوجود هيلين وبيعرفها على لوسي وبعدها بيحط إليوت موبايل ماكو على الشاحن ولوسي بتسأل هيلين عن سبب وجودها فريج فبتقول لإليوت إن في شخص شكله خطر رحل المستشفى وسأل عنه لكنهم بيتفاجئوا بيلي برا وماسك بندقية وبيضرب نر عليهم فبينزلوا على الأرض وبينادوا على رالف علشان ينزل على الأرض لكنه مش بيسمعهم وبيدخل بيلي وبيقتل رالف ولما بيحاول يقتلهم بتطعانوا لوسي بالمقص وبيهربوا برغم إصابة هيلين في رجليها ولما بيروح بيلي وراهم على الحزيرة بيضربوا إليوت وبيقع في البيري وبيوصل روجرز عند الشلال وبيلاقي جثة ماكو وبيجيلوا اتصال بيعرف منه إطلاق الرصاص اللي حصل في الأوتيل وبعدها بيوصل إيسان خطيب هيلين وبيتطمن عليها وبعد كده بيطلب منها ترجع معاه لكنها بتصر إنها تكمل التحقيق فبيتضيق منها وبيسيبها وبيمشي وفي الوقت ده بتودع لوسي إليوت وبتمشي وبنشوف بيلي وهو بيخرج من البير ولسه عايش وبيتصل بكوستا وبيقوله اللي حصل فبيطمنه كوستا وبيقوله إنه هيجيله بنفسه وفي الأوتيل بتلاقي هيلين موبايل ماكو في الشاحن لكن الشاشة بتبقى مكسورة ولما بتخرج بتلاقي إليوت رجع وفجأة بتسمع هيلين فيلا سلكي أمر بالقبض على إليوت فبتحاول إنها تقبض عليه لكنه بيقدر ياخد منها مسدسها وبياخدها رهينة معاه علشان مش بيعرف إنه يسوق العربية وفي اللحظة دي بترجع لوسي لبيتها وبتتفاجئ بوجود بيلي فيه وبتبقى مصدومة هو إزاي لسه عايش فبيقول لها إنه عايز يسألها نفس السؤال وبينديها باسم فيكتوريا وبنشوف كوستا وهو في الطيارة وفي طريقه لبلد تريج وبيتصل ببيلي اللي بيكون في قتال مع لوسي لكنها بتقدر تضربه وبتزقه فبيقع على أزاز الشباك وبيموت وبترد لوسي على كوستا وبتقوله إن بيلي تقتل وبتقفل وبتجمع أغراضها وهنا بنكتشف إن معاها أكتر من جواز سفر وكل واحد باسم مختلف وإنه كل فترة بتغير هويتها باسم جديد وإن فيكتوريا اللي كان بيلي بينديها به ده كان اسمها الأديم لكن وهي خارجة بيقع منها الظرف اللي في الجوازات ومش بتاخد بالها وبتمشي ووقتها بتتعطل طيارة كوستا فبيضطر إنه يهبط بالطيارة وبيطلب عربية علشان توصله لبلدة ريج لكن في طريقه بيتعصب على السواء وبيقتله وفي نفس الوقت بيقول إليوت لهيلين إنه ما قتلش ماكو اللي بيتهمو بقتله ولما بتسأله عن لوسي بيقول لها إنها حبيبته من الماضي وإنها قالت له إن اسمه هو إليوت وبيقول لها إن هي اللي جات للمستشفى وسبت له الورقة بالمعاد والعنوان فبتقول له هيلين إن لوسي كذبت عليه لإن ما فيش حد زاره في المستشفى وبعدها بيروحوا البيت لوسي وبيلاقوا بيلي مقتول وبيستغرب إليوت هو إزاي طلع من البير أصلا وبتشوف هيلين جوازات السفر المختلفة لوسي وبتعرف إن ده اسم من ضمن أسماء كتير غيرتها وهنا بيتأكد إليوت إنها كانت بتجدب عليه وقبل ما بتخرج هيلين بتسيب رقم عربيتها علشان يتتبعوها وبتعرض هيلين على إليوت إنها تتأكد من زميلتها في المطار إذا كانت واحدة من مواصفات لوسي سافرت ولا لا فبيوافق وبالليل بنشوف لوسي برى المطار ومترددة إنها تسافر وبتتصل بمكان تأجير عربيات في الهند وبتطلب إنها تأجر سواء علشان يروح لمنطقة معزولة اسمها جبال الصمت علشان تكلم شخص هناك ومش قادرة توصله وبتقوله إنها مستعدة لأي مبلغ فبيوافق وفي نفس الوقت بيوصل روجرز لبيت لوسي وبيشوف جسد بيلي والورقة اللي سابتها هيلين برقم عربيتها فبيبلغ الدوريات علشان تدور على العربية وبيعرف بعد كده مكان إليوت من شرطي شاف العربية وبلغ عنها وهو بيرقبهم والتاني يوم هيلين بتبلغ إليوت إن صاحبتها اللي في المطار بتقول إن لوسي حجز التذكرة للمكسيك لكنها ما ركبتش الطيارة وإنها لسه في البلد وإن صاحبتها هتشوف كاميرات المطار علشان تعرف نوع العربية اللي ركبتها لوسي وبتقوله إن مفيش قدامهم غير الانتظار وبيوصل روجرز للمكان اللي في إليوت وهيلين وبيطلب منهم يسلموا نفسهم وبيتفاجئ روجرز إن الزابط لامون جي وراه وبيقوله إنه هيطلب قوات الشرطة فبيقتله روجرز قبل ما يطلب قوات الشرطة فبتتصدم هيلين وبتستخبه وبيخرج إليوت وبيقوله إن هيلين هربت فبيطلب منه روجرز إنه يساعده يحط جسد لامون في العربية وبعدها بيتصل روجرز بكوستا وبيقوله إن إليوت معاه فبيفرح كوستا وبيقوله إنه هيبعات له اللوكيشن وهنا بنتفاجئ إن ديمتري أخو كوستا مش شخصية حقيقية وإنها مجرد خيال في دماغ كوستا وبتبلغ هيلين الشرطة إن روجرز قتل لامون وهنا إليوت بيعرف من روجرز إن كوستا خطف زوجته مقابل إنه يسلمه إليوت وبيوصله لعربية كوستا وبيشوف إليوت مجل مية بتاع كوستا وبيبقى عد شان فبيروح وبيشرب منه وبيظهر كوستا وبيضربه وبيبقى مش مصدق إن إليوت فقد للذكرة وبيقوله إنه عاوز شنطة المليون دولار بتاعته اللي سرقها منه وبيهدده بالقتل فبيخاف إليوت وبيجري وبيقوله إنه هياخده المكان الفلوس وبيطلب كوستا من روجرز إنه يفضل معهم أو هيقتل زوجته فبيضطر إنه يوافق وفي الوقت ده بتتصل لوسي بموبايل إليوت فبترد عليها هيلين وبتقول لها على اللي حصل فبتخاف لوسي على إليوت وبتقول لها هيلين إنها هترجع تدور عليه وبتوصل الشرطة وبتقول لهم هيلين على اللي شفته لكن الشرطية مش بتصدق الاتهام اللي بتتهمه هيلين للمحقق روجرز الشهير وفي عربية كوستا بيكلم كوستا ديمتري أخوه اللي في خياله وبيستغرب إليوت من تصرفاته لكنه بيشوف في الصحراء نور قوي بيهلوس وبعدها بياخدهم إليوت لمنطقة نالاستون وهناك بيشوف حوالي أنواره بيهلوس وبيبتدي يفتكر وبيشوف نفسه في مستشفى وهو بيزور بابا وبعدها بيلاقي نفسه على شاطئ وبيشوف لوسي وبيعجبه ببعضه وبيرتبطه لكنه بعدها بيتفاجئ بإن لوسي خطيبة كوستا وإنه بيشتغل مع كوستا وفي الوقت ده بيعرف كوستا من روجرز إن إليوت شرب من المية بتاعته فبيقوله إن المية فيها عقار هلوسة وبيطلب كوستا من روجرز إنه يحفر حفرتين علشان يدفنوا السواق ولامون اللي قتلوهم ووقتها بيتفاجئ بمكلمة من لوسي بتطلب منه فيها إنه ما يقزش إليوت وبتقوله إنها معاها حاجة هو محتاجها فبيقول لها على مكانهم علشان تيجي وتقابله ووقتها بتتصل هيلين بلوسي وبتسألها عن المكان اللي فيه إليوت لإنها عاوزة تساعده فبتقول لها لوسي على المكان فبتشكرها هيلين وبتبلغ الشرطة بالمكان فبتطلع عربية قوات خاصة ومعاهم هيلين للمكان اللي قلت لها علي لوسي وفي الوقت ده بيفتكر إليوت إن كوستا كان بيكلمه عن الشنطة اللي فيها مليون دولار وإنه كسبها بعد ما خد عصابة كبيرة وبيعرف إليوت إنه بيشتغل محاسب لصالح كوستا وإنه عارف إن ماكو كان بيسرق كوستا لكنه ما بلغش عنه علشان كوستا ما يقتلوش وبيفتكر إليوت إن في يوم لقى لوسي على باب قطه معاها شنطة كوستا اللي فيها المليون دولار وبتطلب منه يهرب معاها وبتقوله إن رجالة كوستا جايين وراها وبيهرب إليوت مع لوسي بالمليون دولار وبتحكيله إنها تعرفت على كوستا علشان توقعه في حبها وتاخد منه فلوس كتير وإنها قررت تاخد المليون دولار وتهرب معاه وبيفتكر إليوت إن لوسي كانت بتفسخ علاقتهم كتير وبترجع بعدها تاني وقبل يوم الحادثة لوسي سابت معا المليون دولار وفي الوقت ده بيفوق إليوت بسبب إن كوستا بيغرقه في المية علشان يفوق وبتوصل هيلين والفرقة كلها للمكان لكنها بتكتشب إن لوسي خداعتها وديتها عنوان غلط وبعدها بترجع هيلين لخطبها وبتعتذر له وبتقوله إنها كانت مخطوفة وإنها مستعدة إنها تسيب التحقيق في القضية وتركز في استعداداتهم للفرح فبيفرح وبيوافق وبيسترجع إليوت زاكرته وبيفتكر ماكو اللي بييجي للأوتيل وبيقوله إن كوستا أمروا هو وبيلي إنهم يتتبعوا علشان الفلوس وبيقوله إنه جي حزاره علشان يردله الجميل اللي عملوا معاه لما ما بلغش عنه كوستا وبيديله الورق اللي فيها العنوان والمعاد وبيقوله إن لوسي طلبت إنها تقابله لكن الأحسن إنه يروح ويتكلم معاها وقبل ما بيمشي بيسيب معاه موبايل وبيقوله إنه مسجل راقمه عليه علشان الطوارئ وآخر اليوم بيخرج إليوت من الأوضة وبيتفاجئ ببيلي اللي بيمسكه لكنه بيقدر يهرب منه لما بيشوف الشرطة قدامه وبنشوف إن بيلي هو اللي دفن ماكو بعد ما سأله عن مكان إليوت وقاله وقتها إنه لو لقى إليوت وطلع ما بيجذبش هيرجع يخرجه من البرميل وبيلاقي إليوت في ذكرياته باب مقفول مش بيتفتح وبيفتكر وقتها هو دفن الفلوس فين وإن بيلي وصله بعدها وإنه قلب بيل عربية وكان عاوز يخلص عليه لكن لقى إن فيه ناس شافت الحادثة فتراجع عن قتل ومشي وبيرجع إليوت يحاول إنه يفتح الباب المقفول في ذكرياته بالقوة فبيلاقي البنت اللي بيشوفها بتحلامه دايماً وبتكلمه بالروسي وبيتفاجئ إنه بيتكلم الروسية وبتقوله إن اسمها لينا ويدور عليها في بلدة جرينلاندس وبيفوق وقتها إليوت وبيقول لكوستا إنه افتقر مكان الفلوس وبيديها لكوستا في الوقت اللي بتوصل فيه لوسي وبتقول لكوستا إنها تعرفت عليه مش بالصدفة لكنها بخطة عملتها مع أخوه فبيقول لها إنها كدابة وإن أخوه مات لكنها بتتصل فيديو بأخوه ديمتري وبيتضح إن ده الشخص اللي كانت بتحاول تكلمه في الهند لكن كوستا برضو مش بيقتنع فبيقوله ديمتري إنه أنقذه من الخطفه وعنده سبع سنين ووقتها إليوت بيسأل لوسي عن حكاية أخو كوستا فبتقوله إنه فقد أخوه وهو عنده سبع سنين ومن وقتها وهو عنده صدمة نفسية ودايماً بيتخيل إنه أخوه مع طول الوقت وفي الوقت ده بيحاول ديمتري إنه يقنع أخوه إنه عايش لكنه اختار إنه يبعده عن كل المشاكل وينعزل في مكان هادي في الهند فبيلومه كوستا وبيكلم أخوه الخيالي اللي بيقوله إنه هو اللي فضل معه طول الوقت فبيصدق كوستا خياله وبيكدب لوسي فبتحاول لوسي تقنعه إنه يتغير للأحسن زي ما أخو ديمتري يتغير وبيعد عن تجارة الممنوعات وبدأ حياة أفضل ولما بيرفض بتقول لإليوت إنها هتنفذ الخطة البديلة فبيقفل إليوت النور اللي في المكان فبيضرب روجرز وكوستا النار وبعدها بيرجع روجرز النور فبيلاقي إنه كوستا مات فبياخد منه موبايله علشان يكلم العصابة اللي خطفت زوجته وبيمشي وبيسيب إليوت اللي بيلاقي إنه لووسي تصابت برصاصة في بطنها فبياخدها بسرعة للمستشفى وفي الطريق بتعترف له إنها تعولت ما تستمرش في أي مكان أو مع أي حد بسبب عقدة عندها من وهي صغيرة بسبب باباها اللي هجارها لما كذب عليها وقال لها إنه هيروح يجيب حاجة لكنه مرجعش وبتفاجأ كمان إن هي اللي حطت القنبلة في المطعم وده لإنها كانت مرتبطة بماك ووقتها لكنها ما كانتش بتاسق فيه وكانت حاسة إنه هيبلغ كوستا بمكانها لكنها لما شفيته خرجته من المطعم وآخر حاجة بتقولها له إن باباها كان مدرس كيميا وهو اللي علمها تصنع القنابل وبعد لحظات بتموت فبينهر إليوت وتاني يوم وهيلين بتتدرب على رأسة الفرح مع إيسان بيتصل بيها إليوت فبيرد عليه إيسان وبيقوله إن خطبته مش هتتورط معه تاني وبيقفل المكلمة معاه ووقتها بتقوله هيلين إنها عاوزة تروح تساعد إليوت فبيقول لها إيسان إنها لو مشت هينهي خطوبتهم فبتقوله إنه أناني ومش بيهتم غير بنفسه وإنه كان طول الوقت بيكسر ثقاتها بنفسها وبتقوله إن هي اللي مش عاوزة تتجوزه وبتمشي وبتكلم إليوت وبتعرف إن لوسي ماتت وبيقول لها على مكانه وفي نفس الوقت بيروح روجرز وبينقذ زوجته من العصابة اللي خطفنها وبعدها بنشوف روجرز وهو بيتحقق معاه بتهمة قتل لامون لكنه بينكر وبيتهم هيلين إن هي اللي خطفت منه مسدسه وقتلت بيه لامون وبيعرض عليهم صور من كاميرات المطعم بتبين إن هيلين كانت منساجمة مع إليوت ومش مخطوفة فبتصدقوا لجنة التحقيق وبتؤمر بالأبض على هيلين وإليوت وبيبقى إليوت وهيلين في محطة بنزين وبيسمعوا خبر الأبض عليهم ووقتها بيطلب منها إليوت إنه لازم يوصل للينا اللي بيشوفها في أحلامه دايما وبيقول لها إنه عارف عنوانها لكن في الطريق بيتم حسارهم بعربيات الشرطة فبيدخلوا المطعم وبياخدوا كل اللي في رهاين وبتتصل هيلم بصديقة ليها وبتطلب منها صور كاميرا الرادار وبعد شوية بتوصل الصور فعلا وبيبان فيها إن روجرز هو اللي ماسك مسدس ورابط إليوت وطبعا بيتم القبض على روجرز من تاني وبيتم تبريئة هيلين وبيتم حاجز إليوت علشان تتسمع شهادته وبتفاجئوا هيلين وهي جايباله لينا اللي بيحلم بيها دايما ولما إليوت بيسأل لينا هو ليه مش قادر يفتكرها فبتقوله بسبب إحسازه بالزنب وبتصدمه بإنه وحش مش إنسان لأنه أكبرها هي واتنين معاها إنهم يبلعوا أكياس ممنوعات علشان يهربوها في معدتهم وبتقوله إن الاتنين اللي معاها ماتوا بعد ما الأكياس اتفجرت في معدتهم وهي عملولها عملية وقدروا ينقذوها فبيحس إليوت بالزنب وبيكره شخصيته القديمة وبيعترف على نفسه بكل التهم دي لكن في المحاكمة بتنكر لنا كل اللي قالته وبتشهد ببرقته من التهم علشان يتعذب ويعيش بالزنب طول حياته وبعد ما بيخرج بيتصل بيسو صاحبة الأوتيل وبيدلها على مكان المليون دولار كتعويض بسيط عن حياة زوج هرالف اللي مات بسببه وبعدها بيتعمد إنه يعمل حس علشان يموت أو ينسى لكنه بيعيش ومش بيفقد الزاكرة ووقتها بيعترف لهيلين بكل اللي عرفه عن نفسه فبتكره هيلين البشاعة اللي عرفتها عنه وبتقوله إنها مش عاوزة تعرفه تاني وبتسيبه ومن بعدها بيعيش إليوت في عذاب لدرجة إنه بيحاول يبلع أدوية علشان يتخلص من عذابه لحد ما في يوم صديقة هيلين بتقنعها إن إليوت جوا إنسان كويس وبتطلب منها تدي له فرصة تانية وفعلا بتقتنع هيلين وبتبعت له رسالة تلمح له فيها إنها عايزة تشوفه تاني فبيبتسم إليوت لما بيشوف الرسالة وبيفهم إنها قررت تدي له فرصة تانية وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم